رسالة بطرس الرسول الثانية إصحاح ثلاثة خلينا أقرأ آية ثلاثة وأربعة عالمين مرة تانية عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه مش بتسمع هذا الكلام يوميا دائما تتكلموا عن المجيئة التانية يا عم سرعتونا دوشتونا أين هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة آية تسعة وعشر من آية تسعة هنا الرسول بطرس برد على هذه الجماعة المستهزئون في آخر الأيام يقول في آية تسعة لا يطباطئ الرب عن وعده كما يحسب قوم اطباطئ لكنه يتأن علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة ليه؟ لأن الله لا يصر بموت الشرير الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون يقول أنه الله عم بيعطينا فرصة جديدة اليوم إلك وإليه في حياتنا يقول لكن يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة لكن لاحظ بقول ولكن سيأتي الكلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العماصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها فبما أن هذه كلها تنحل أي أناس يجب أن تكون أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب ولكننا بحسب أي 13 بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام مرة تانية واحسبوا آنات ربنا خلاصا يعني اليوم الله تأنى عليك لأنه حقيقة مش عاوز يبعتك على جهنم وهو سيأتي كلص للناس اللي مش مستعدة لمجيء الرب ولكن أحبائي الناس المستعدة يقول الرسول بولس وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء فإذن الناس المستعدة عارفين منتظرين مجيء الرب والناس اللي مش مهتمين في هذا الموضوع رح ييجي كلص يعني مفاجئ ورح تتفاجأ بهذا المجيء وطبعا سعتها ما عندك أي فرصة تانية 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 تانية